رأينا أين سنزرع وتعرفنا على بعض أدوات الزراعة الحلقة الرابعة من هذه الدورة سوف نتعرف فيها على أنواع النباتات وأطلب منكم الآن التركيز لأن هذا التقسيم سهل جدا ومهم في نفس الوقت نسمع دائما نباتات داخلية ونباتات خارجية معمرة وحولية أشجار شجيرات نباتات متسلقة خضروات فاكهة ونباتات زينة جميل استمع الآن جيدا عندما نقول نبات داخلي أو خارجي نقصد ظروف النمو التي يحتاجها كل نبات مثلا على يمين الشاشة لدينا نبات البوتوس البوتوس نعرف أنه غير قادر على تحمل الشمس المباشرة أو درجات الحرارة الباردة جدا والحارة جدا لذلك لا يمكننا زراعته بالخارج لذلك نسميه نبات داخلي أو منزلي في المقابل لدينا يسارا الورد الورد يحتاج لشمس مباشرة ويحتاج للكثير من دوران الهواء وهذا الشرطان غير متوفرا داخل البيت لذلك فإنه يزرع بالخارج ويسمى نبات خارجي كل النباتات التي ترون الآن هي نباتات داخلية ليس بها أزهار وتحتوي فقط على أوراق وتسمى نباتات ورقية وهي أيضا جميلة أما إذا كنت تحب الأزهار فاختر نباتات مزهرة كالأوركيد أو أسباطفليوم أو الجاردينيا وتسمى نباتات مزهرة ننتقل الآن للفرق بين نباتات حولية ونباتات معمرة عندما نزرع مثلا الطماطم أو البطاطس فإن النبات عندما نزرع بزرته ينمو ويتكون مجموع خضري وأوراق ويعطينا الثمار وبعدها يموت كل هذا في سنة واحدة أي حول واحد ثم نجدد زراعته السنة المقبلة لذلك يسمى نبات حولي ويقسم بدوره لقسمان الحوليات الشتوية أي التي تزرع بذورها في الجو البارد الحوليات الصيفية أي التي نزرعها في الجو الدافئ ومن أمثلة النباتات الحولية نجد دوار الشمس القرنفل البونسي أما النباتات المعمرة فدورة حياتها تمتد من عامان فأكثر ولا نحتاج لتجديد زراعتها كل سنة أتمنى أن يكون الشرح واضح ومبسط لنمر الآن لنشرح أنواع النباتات حسب نموها وتطورها والتغيرات التي تطرأ عليها من حيث الشكل والحجم وهذا جد بسيط وسنأخذ فقط خمسة أصناف لا بد أن تعرفوها وهي سهلة أولا النباتات العشبية باختصار هي النباتات القصيرة الصغيرة الحجم وساقها ليس خشبي كالطماطم على سبيل المتحل ثانيا الأشجار وهي نباتات كبيرة ساقها خشبي مغطى بلحاء ثالثا الشجيرات وهي الأشجار أقل من ثلاثة أنطار رابعا النباتات المتسلقة والتي تستخدم بهدف تغطية بعض المناظر والصور والأقواس كنبات الجهنمية أو الياسمين خامسا وأخيرا النباتات الزاحفة كاليقطين والبطيخ لأنها تزحف وتمتد على الأرض إذن المطلوب منك الآن أن تختار النباتات التي تناسب المكان الذي ستزرع فيه حسب الظروف المناخية والجوية المتوفرة عندك وحاول التنوية بين النباتات الزنة والنباتات العطرية والخضروات والفاكهة والأشجار والشجيرات قبل ذلك لابد أن تفهم أهم طرق وأنواع الزراعة الزراعة بالبذرة الزراعة بالعقل والتطعيم ولابد أن تفهم أيضا وتستوعب مواعيد الزراعة